اهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم اميرة يحيا في حلقة جديدة من حلقات بلنامكم صالون الاميرة صالوننا النهاردة صالون طبي وموضوع حلقتنا موضوع مهم جدا خشونة الرجبة من اكتر الامراض او اكتر الاوجاع اللي بتصيب الانسان هي وجع العضل وخصوصا الرجبة وزي ما بيتقال اهياني ركبي مش هيلاني وكمان امراض الشيخوخة خشونة الرجبة والتهاب المفاصل مش بتصيب بس كبار السنة واصحاب السنة المزمنة لا كمان بتصيب الشباب وعشان نعرف ونتكلم عن طرق الجديدة لحقن البلازمة والطرق الحديثة لعلاج خشونة الرجبة ولاننا برنامج صالون الاميرة بهم من يكون موجود معنا افضل الاطباء المتميزين هيكون معنا ويشرفنا يكون معنا دكتور امير عاصم ماجستير جراحة العظام والعمود الفقري واصابات الملاعب طبعين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام وعضو اتحاد الاطباء العرب مساء الخير يا دكتور مساء النور شرفتنا ونوارتنا وشرفت صالون الامير اهلا وسهلا شرف لي طبعا ان انا كن موجود وهو وسيل ان انا قرب للناس اللي بيشوفوك ومتابعينك ما شاء الله كتير فنقدر نقدم لهم حاجة بسيطة كده وسهلة ومنبقاش كلكعة المصطلحات الطبية دي اهلا بيكي طبعا جايلي كتير جدا من الاتصالات ومن الاستفسارات والشكاوة على الصفحة الرسمية للإعلامية اميرا يحيا على مشاكل الرجبة وخشونة الرجبة ولاني زي ما قلت في المقدمة ما بقيتش بس لجبار السن ولا بس اصحاب امراض السن المزمنة لا ده كمان فيه شباب قبل ما نبدأ في التفاصيل عن خشونة الرجبة عايزين نتكلم ونعرف مشاهدينك كرام يعني ايه مفاصل والمفصل نفسه بيتكون من ايه تمام بسم الله الرحمن الرحيم هو ربنا خلق لنا حاجات في جسمنا تساعدنا على الحركة هي فكرة المفصل وحاجة بتساعدنا على الحركة عشان ساعدنا على الحركة لازم يكون لها هيكل وليها ادوات تساعد على الحركة ايه هو الهيكل اللي هو العدم فعدمة بتتحرك على عدمة يبقى مكون المفصل هو كلام اللي هنقوله ده على اي مفصل ينطبق على اي مفصل مش الرجبة بس مش شرط الرجبة اي حاجة بتتحرك فلازم يكون في عدمة أسية وعدمة سنوية عدمتين بيتحركوا على بعض ده المكون الرئيسي جواهم سائل زلالة عشان يمنع الاحتكاك جواهم غضروف او حاجة سطحي ناعم عشان يقلل الاحتكاك وحوالهم اربطة تمنع انه يتخلع او يفلت وبعدين اخر حاجة الطبقة الخارجية مجموعة عضلات بتساعد على الحركة او بتنقل الحركة من المستوى ده المستوى ده يبقى انا عندي عضم وغضريف وكابسولة جواها مادة بالزبط كده وعضلات حواليها واربطة تساعد على الثبات والاتزان وتنقل الحركة من جزء الجزء ده ينطبق على كل مفاصل الجسم طب دكتور لو بدأنا مع حضرتك كده في البداية وتكلمنا على الرجبة مريض خشونة الرجبة بيحس بايه او بيشتكي بايه طبعا هو هنقول ان هو اول شكوى بيجي بيها اي مريض اللي هي القلم بس القلم طبعا يختلف حسب مكانه وحسب وقته يعني ايه مكانه ووقته يعني في اي جزء من المرض هنتكلم خلينا نركز كلامنا على الرجبة القلم حاجة مزعجة فبالتالي المريض بيطر يسأل احنا بنسأله بقى ايه الاعراض اللي بتكون عندك فاول حاجة يقول القلم ممكن القلم يكون في المرصة القدام ممكن يكون في العضلات الخارجية ممكن يكون جزء خلفي ممكن القلم يقوم من نوم حسب درجة الحشونة الرجبة اللي هنتكلم عليه دي اول حاجة اول شكوى اللي هي الالم الالم تاني حاجة التقلص العضلي الشد العضلي بما ان المفصل الرجبة هو مفصل رئيسي وهو اللي بيخلي المريض او بيخلي الانسان اللي الطبيعي ان يقوم ويعود ويحرك ياخد درجة سلمة ويطلع وينزل وبالتالي عشان المفصل ده لما حصل فيه خشونة حصل فيه تغيرات في تركيبه فحصل عدم اتزان في العضلات وبالتالي العضلات بيحصل فيها تقلص عضلي رقم ثلاثة نتيجة الاحتكاك اللي بيكون موجود ممكن يشترك بشوية تورم او شوية انتفاخ زي ما مريض بيقول عليها او اديم احنا بنسميها اللي هو التورم يعني التورم ده بيمنع الحركة او بيعوق الحركة فيه شكوى او فيه جمل بنسمعها من اهلنا دايما اهياني واجعيني ركب زي ما قلت كده في الاول اهياني ركب مش شيلاني ده الجملة دي صحيحة جدا ومسمحة كتير مش قصة قلم بس قصة اخبطها في طريقة الحركة فمش عارف اوصل مستوى الحياة بتاعي الطبيعي اللايف ستايل بتاعي او اللايف اكتيبتيز الحياة العادية بتاعتي قلم تقلص في العضلات تورم صعوبة في التحرك عدم اتزان في المقصر دي يعني الحاجات بدون دخول في تفاصيل طبية قوي يعني دي الخمس حاجات اللي عادة مريض الخشونة ممكن يشتكي بيها او يقول لنا انا عندي كذا فاحنا نشك ان هي خشونة الاسباب الرئيسية ايه اللي خشونة الرقبة؟ الاسباب كتيرة اولها عامل وراسل تمام يعني انا لو العيلة عندي حد فيه عضمه ضعيف او دايما بيشتكي مشاكل من رقبته بيبقى الابناء كده؟ بالزبط مش مش بالزبط كده ده جزء من جزء من يعني سبب من الاسباب احد من الاسباب او احد من العوامل اللي بتخلي المريض ده خشونة انا فيه في قسرته خشونة بس فيه حاجة مهمة تاني عايزين نتفق بس في الحاجة يعني ايه كلمة خشونة برضو احنا ما يعني جملة دي عشان بس ما تفلتش من الناس الخشونة ده حاجة مرض بيصيب الغضريف اللي المفروض تكون ملساء وبتعمل وبتمنع الاحتكاك وبالتالي ما يحصل تآكل فيها بيحصل الاحتكاك طيب ما يحصل الاحتكاك ده ممكن التآكل ده يحصل بالتقدم في العمر وده يبقى سبب من الاسباب اللي حضرك بيسأله عليه اه او في عائلات فيها التآكل ده بيجي بدري فده جزء جيني موجود طيب ايه تاني ممكن يبقى الوزن الزيادة بيضغط على الغضريف بطريقة زيادة شوية فيحصل تآكل في الغضريف ده الحاجات العامة فيه امراض معينة فيه امراض معينة زي الامراض المناعية مثلا الروماتويد والزئب الحمرة والكلام ده الامراض المناعية بتعمل تآكل مبكر في الخشونة يعني تعمل تآكل للعضم نفسه تآكل للسطح الغضروف بتاع المفس يعني احد اعراضها المرض مثلا الروماتويد خلينا اخد مثال ده مرض مناعي بيسيب الاجهزة المناعية ممكن يجيب سن صغير يعيجي خل المريض يجي له خشونة انه بيعمل تآكل في الغضريف ويقلل السائل الزلالي ويزود الاحتكاك حضرتك كده دخلتني على السؤال انا في المقدمة قلت ان مش بس اصحاب السن الكبير ولا حتى السنة المفرطة لا كمان الشباب بيعانوا من خشونة الرجبة ودي حاجة غريبة جدا وايه اسبابها ان الشاب المفروض يبقى لسه عظمه كويس وقدر رجله تشيله ليه بلاقي دايما ان فيه شكوى من شباب السؤال ده مهم جدا هو عظمه كويس ده الطبيعي بمعانا ان انا من سن مثلا لحد سن 18 سنة في البنات و20 سنة في الولاد الطبيعي ان انا بابني جسمي فبتغزى كويس وباكل كويس وبالعب رياضة معقولة كويس تمام وبالتالي النمو الطبيعي بيطلع يعني بنمو الغضريف ونمو الأربطة والعضلات والتأهيل بيبقى طبيعي في مشاكل كتير احنا بنعملها خصوصا في الفترة الاونة الاخيرة العشرين سنة الاخيرة دي بنوصي استخدام جسمنا كتير اوي شباب اعلى من خمسة عشرين سنة عندهم سامنة مفرطة يبقى مش شرطة كون انا سن كبير اوي عن سامنة مفرطة بجال خشونة مسن صغيرة بس معنا كده يا دكتور ان السبب الاساسي لخشونة الرجبة او تعب الرجل عموما يبقى بسبب زيادة الوزن ده عامل كبير دي يعني ده صح جدا سبب كبير مش سبب وحيد بس سبب من الاسباب المهمة سبب اساسي مهمة لكل حاجة لها ده لان حملك جسمك كله بيحمل على الجزء اللي تحت بالضبط نفسك لها جزء انت قلت يا شاء الله قلت جزء ميكانيكي بحت لان الويت كله او الوزن كله وتحميل كله اكتر كده حتى دايما دايما يقولك انا واجع عندي في الجزء الداخلي من الرجبة جزء التاني ممكن يكون حد من الناس صغر السن عنده مرض جيني اساسا بيأكل الغضريف دي قصة او كان فيه اصابة قديمة عملتله خشونة في حاجة تانية الالعاب العنيفة والالعاب القتالية واللي بيقتل نفسه بالتمرين اقتل نفسك بالعقل يعني ايه يعني اعمل واكتهد وريح كل كويس ونام اعمل تأهيل قبل التمرين وبعد التمرين العب على قرض صح مهمة جدا يا دكتور حضرتك سأخطع حاليا الجم الشباب بتروح الجم وبتحمل على نفسها من اول اسبوع ومن اول ساعة عايز يعمل كل حاجة وعاش يا وحش وكلام ده وعاش يا وحش وينبسط ان هو شايل اوزان تقيلة وعمل الكلام ده كله تمام وفرحات بس مش عارف ان الكل اللي بيعمله ده لما مرة واحدة يعمله بينزل كله على الرقب وعالركل الجملة هاخد كلمة واحدة من حضرتك بعد اذنك اللي هي مرة واحدة اه بالزبط يعني مرة واحدة متخشش انتا النهاردة اول يوم جم هي انا جميل مع اصحابي يلا عاشي وحش وافتري على نفسي ده مش كمان خشونة الرقبة بقى لا ده انت بخش في انزلق وبروفي بخش في قطعف اوطار وقطعف اربطة موضوع حلقتنا عن خشونة الرقبة بس هنتكلم كتير عن العمود الفقلي وغيره فحلقت تانية ان شاء الله بس فهي خشونة الرقبة اللي عايز اوصله يعني ان ممكن خشونة الرقبة مش مرتبطة بسن مش مرتبطة بوزن حتى مش شرط خالص فيها عامل وراسي ده اختصار اللي احنا قلناه مقدما وفيها عامل وراسي وفيها احنا ممكن نجيبه لنفسنا بدري في حاجة اخيرا كل ما بنكبر في السن ده يا ربنا خلق فينا كده فيه متغيرات كتير بتحصل في جسمنا منها بالزبط كده منها تأكل الغضريف منها مثلا كرمشة الجلد منها مثلا قلة حيوية الخلايا خلايا زي الخلايا بتاعت الجسم وبالتالي احنا كل قصتنا ان احنا عايزين الانسان ان شاء الله ربنا ادي صحه لعمر وليوصل لعمر مديد بإذن الله بحالة صحية كويسة او مقبولة لما يحصل الانهيار في الخلايا الجسم ده يحصل بطيء ويحصل وانا مسيطر على وقت ياخد وقته ياخد وقته الطبيعي اللي هو المفروض جسم الانسان ربنا خلقه بميكانيكا معينة بتمشي بطريقة معينة فما نرهقش نفسنا ونزيلوه كبير قوي على جسمنا وعلى عضمنا ونقول في النهاية احنا لسه شباب والتعبانين مش قادرين نتحرك بالزبط كده يعني معنى كده ان الروتين حياتنا اليومي بيأثر بالزبط على خلايا جسمنا وعضاء جسمنا وركبنا وعضمنا صحيح صحيح جدا صحيح جدا في حاجات مهمة تانية برضو بالمناسبة ده هيقودنا ان هو ايه قبل ما نكلم في يعني احنا قلنا الأسباب وقلنا الأعراض بس في حاجة مهمة في حاجة اسمها الوقاية انا بحب اقولها جدا قبل ما خش في طرق حتى في العلاج ولا في اي حاجة كده كده في الوقاية احنا عاديين لوقاتي الوقاية انا مصح وامصح وامشي صح بمناسبة الرياضة لو انا لعبت مثلا بجزمة مش بكوتش لعبت على اسفلت ما لعبتش على نجيلة لعبت بجزمة النجيلة على الترتان مثلا ما ده بيعمل تأكل في الغضاريف الجامبينج او النط بحزاء غير مناسبة بغير دعمات اه طبعا بيأثر لانه بيرد على هنا بالزبط وده اللي بيخلينا نشوف خشونة الرجبة في الشباب او في السن الصغير تمام الوقاية الوقاية طريقة اكلي وشوربي ما قفش كتير طلوع عن زر سلالم بالمعقول تمام الاكتيفتي مارس الاكتيفتي العادية ان انا بتحرك مارس نشاط رياضي متزن الا لو انا كنت اصلا رياضي وبالتالي انا بتابع مع حد بقى متخصص وبالزبط لو انا رياضي من وانا صغير هو اريد جسمي وعضلاتي وعضمي خد على كده جميل غير لما خلاص انا زدت في الوزن او عايز اعمل فرما ايوه فدب دب دب شهر بشهر فمش هينفع دب 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 تبقى كارسة يعني طبعا كارسة تمام حايزين نتكلم يا دكتور على تقنية حديثة في البداية عايز اعرف من حضرتك ونطلب من المخرج انه يحضر لنا السور اللي بتعرفنا ازاي احنا بنحقن ايا كان بقى بلازمة او ايه المادة اللي احنا بنحقنها في الرجبة فتعرفنا يا دكتور يعني ايه طريقة حقن الرجبة لعلاج خشونة الرجبة طيب انا ممكن اخد من الجملة دي وارجع ديئتين قبل الحقن لان المريض ممكن ما عرفش طب يعني انت هجبني من البيت مثلا لأ طبعا باسم فيه تشخيص يا فنج مش قزي لأ لأ مش قزي حاليك ما خدتيش بالك انا قزي اتفاد هجبني البيت وتقولي ان عايز اتحقن فحقنك وخلاص لا الاول اعرف ايه فيه هل في حاجة تانية قبل الحقن ولا لا وهل في حاجة تانية بعد الحقن ولا لا يعني ايه يعني هنطينا نقول التايتل كده من حضرتك احنا معنا دلوقتي على الهوى طريقة الحقن يعني لو حضرتك هنوصل لنوضة بس احنا نشرح دلوقتي لمشاهدين الكرام اه زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين كده طيب هنقول الفكرة دلوقتي الاول وعدينه بقى نرجع للتقنيات الالاج الخشوني الحقن البلازمة البساطة البلازمة دي موجودة في جسمنا اصلا اللي هي مكون من مكونات خلايا الدم فكرة البساطة ان هي مكونات خلايا الدم جواها صفاقه دموية غنية بمعاملات النمو اللي هي بتساعد في تغذية وبناء اي نسيق بتتحط عليه زميلنا بتوع التجميل والجلدية بيستخدموه في الشعر وفي الجلد اللي تحسين وجودة نظرة البشرة ونظرة الشعر والكلام ده كله احنا بنعمل ايه؟ بنقوم ببساطة برضو ان احنا بنسحب دي صورة توضحية بتوضح الرجبة والحقنة ازاي بتدخل لحد الرجبة تمام تمام طبعا بالمناسبة احنا بنحقن جوة المفصل بدون ألم وهنشوف حاجة زي كده انا ماليش دعوة بالاربطة وماليش دعوة بالعظمة نفسها تمام يعني هو حضرتك ضرب الحقنة نفسه بدخلها ليه تجويف معين بتمر فيها الابرة بنسمي المفصل اي مفصل كأنه قوضة ليها باب وليها شباك حلو قوي التفسير ده دي كأني بعمل منظار يعني دخلة المنظار لتصليح مثلا قطع في غضروف قطع في رباط صليبي ليه منظار ما كان بدخل فيه قال اللي أنا بشتغل بيها وما كان بدخل فيه كاميرا اللي بصور بيها فاحنا في مكان ليه باب وليه شباك الباب أوسع أقدر أتحرك بيه بالآلات والشباك ببص على المنظر الموجود الدخلة اللي كانت مرسومة أو الصورة اللي كانت موجودة دي ده إزاي بدخل الابرة وفيها المواد طيب البلازمة دي مكون من مكونات الجسم عبارة عن صفاة إحداموية مركزة بتركيز معين الصورة اللي كانت موجودة كان فيها نطب من الأداد نطب من أستاذ محمد يعني ردنا الصورة تانية بعد إذنك يا سيد محمد حد كان بيسحب عينة بنسحب جزء معين من الدم نسبة معينة بتتحطر في أنابيب مخصصة فيها مواد منشطة أو محفزة لمعاملات النمو بيحصل فصل في هذه المكونات الصورة اللي فيها الأربع سوار اللي هي الطرق الفصل البلازمة من الدم من الدم أو خلينا نقول زيادة تركيز الصفاة الدموية في الدم فتسمى بي أر بي بليت لتريتش بلازمة اللي هي البلازمة الغنية بالصفاة الدموية الفكرة البساطة إن أنا بسحب عينة دم من المريض بعدد بكمية محددة بتخش في جهاز فصل بأنابيب معينة بتطلع لي الصورة معانا على هوا يا دكتور بالزبط كده هو ده جهاز المفروض إن الجهاز ده إحنا بنسحب الدم أنا الأول أول صورة على الشمال خالص أنا بسحب عينة دم تمام تمام من المريض بالكمية اللي أنا محتاجها ما أنا أقيل للمعمل إن هو يحضر لي كذا ويدخلها في الجهاز ده فأنابيب محددة بيها معاملات النموه معينة فإطلع لي الجزء الأصفر اللي موجود في الصورة رقم 3 اللي تحت على الشمال دي بضبط كده اللي هو البلازمة ويتم تفصلها وبعدين بتتحقن بالتقنية البسيطة إن شاء الله اللي هي هنتكلم فيها قدام شوية لازم تعقيم طبعا وتتحقن في الرجبة وفيه تقنية بسيطة في الحقن التحضير ده ما بياخد مثلا 25-30 دقيقة عادة الحقن كله من أول التجهيز لحد إن شاء الله بيمشي متاخدش 45 دقيقة إن شاء الله والنتاج مقبولة لهذه الحالة مرسي يا أستاذ محمد نكمل كلامنا يا فندي محضرتك قبل عرض الصور كنت عايز تتكلم في نقطة معينة اللي هي إزاي يتعامل مع مريض الخشون هل كل مريض الخشونة بيوصل للحقن هل كل مريض الخشونة بيوصل لعملية هل كل مريض الخشونة لأ خلاص أنا مليش حل يعني حضرتك عايز تقولي إن سؤالي المفروض متى يلجأ مريض خشونة الرجبة للحقن تمام طيب الأول عايزين نتفق إن الخشونة لها درجات أو لها مراحل مرحلة 1-2-3 من 1-3 ده بتزيد أو بتتقدم نسبة الخشونة ونسبة التآكل ونسبة التغير في شكل المفصل يعني المفصل المفروض بيبقى مثلا ليه اتزان معين ممكن يبدأ يتأكل ويتعوج العلاج الدوائي بالأدوية العلاج الطبيعي بجلسات العلاج الطبيعي ومش رفاهية علاج الطبيعي مش رفاهية خالص الناس فهموا العلاج الطبيعي حاجة كده بروح أتدلع وبقى حد ماعمل مساج لا طبعا ده علم طبعا فيه ناس يعني يقولك خلاص أنا خدت أدوية أو خدت حقنة أو حتى عملت تغيير مفصل ومعملش العلاج الطبيعي ده بيبوز كل حاجة فيه علاج دوائي وفيه علاج طبيعي وفيه حقن موضعي داخل المفاصل وفيه تغيير مفصل وفيه منظار قبلها وبعدين فيه تغيير مفصل الدول مجمل الحاجات اللي ممكن اشتغل بيها على المريض بناء على الكشف والتاريخ المرضي الحالة الصحية شكل المفصل بقى بني في الأشعة عامل ازاي عادة احنا عندنا مشكلة ان احنا بنسأل متأخر بنستشير دايما الناس الناس بتستشير الطبيب متأخر شوية اقول لك انا ماشي انا مقبضي حالي انا مكمل لسه كنت ازال حضرتك طالما احنا عندنا مراحل ومراحل بتبقى فيه متقدمة وفيه متأخرة طب ليه ما نلجأش من البداية ان مجرد مشعور بتعب او احس باي حاجة ان انا ألجأ للمتخصص علشان نرحق الموضوع بدري خصوصا ان احنا بنتكلم على حاجة بتتآكل كلمة بتتآكل يعني مش بين يوم وليلة لأ بتيجي عليها ورا بعض حاجات هي اللي بتؤثر عليها والنهاردة بتخليها تتاكل شوية بعدها بشوية لو انا لحقتها مثلا في المرحلة الاولى وعندي تآكل مثلا 20% او 10% افضل بكتير قوي من انا اوصل لمرحلة تغير مفصلة دي رسالة الهدف من النهاردة وجود النهاردة مع حضرتك الجملة اللي حديك قلتها دي ان انت اول ما تشعر باعراض لازم تسأل معانا على الهوى يا دكتور عملية موجودة من المركز عند حضرتك لعملية لحقن البلازمة فتقدر حضرتك نطلب من المخرجنا المتميز ان احنا ناخد الفيديو فول سكرين والدكتور يشرح لنا في المركز عنده وكنا بنقوم ازاي بعملية الحق؟ تمام طبعا احنا عندنا يعني هو احنا سابقا هنرجع تاني الجملة انا عايز اقولها بمناسبة الحالة دي بس هي الفكرة ان انا ايه الحاجات اللي بحقنها احنا بنحقن حقن زيت اللي هي هيلورونيك أسد اللي هي مادة شبه لسائل الزوالي جوه المفصل او بنحقن البلازمة اللي كنا حضرناها وقلنا صورتها بقى تمام اهم حاجة في اهم خاطوة قبل ما اتكلم بس في الحالة ان التعقيم اللي اتعمل في الاول التعقيم التعقيم ده اهم حاجة لاننا العملية تعتبر اه مش شرط تكون فقودة عمليات في بعض الحالة بنحقنها بجهاز أشعة احنا تعقيم اهم حاجة لان انا ممكن بدون تعقيم بعمل مشكلة جوه المفصل تمام بعد التعقيم العيان بيتحقن بيتحط له بنجي طبعا موضعي اه وطبعا احنا شايفين ان من الحالة ان ما فيش اي طعم ولا اي وجع ولا اي حاجة ودي احنا كنا بنتكلم في النقطة الاولى ان ما فيش وجع اسناء الحمد لله طبعا ما فيش اه هي كلمة علاج بدون قلم اه الحالة هي قاعدة مستقرة ما شاء الله اه اه اتعمل الحقن الموضعه او هي انتري واحد او باب واحد زي ما كنا بنقول فالباب دخلت حقن البنج بتتشال الارسينجة بس نفسها لكن الباب مازال مفتوح وبنحقن بعديها هيبقى في خطوة تانية اللي هي الحقن الزيت او والخطوة الثالثة اللي هي السائل الاصفر اللي كنا بنتكلم عليه اللي هي البلازمة طبعا المفروض محتاجها تعقيم زي ما قولنا هدوء جدا مع الحالة والحالة من الاول بتتطمن يعني الاول انا لازق مع عمري ما هوصل للمحالة دي لما الحالة كون مقتنعة غير طبعا ان انت مقتنعة جدا واستقرت ان هي وشافت ان الوضع ممكن يبقى نفسي مهم جدا نفسي مهم جدا واطمئنان المريض للطبيب المعالج اعتقد ان هو بيبقى تقريبا 80% من المعالج بالزبط كده بالزبط كده بالزبط كده وهي اجعل امانة الطبيب يعني لو عارف حاجة يقول عارف مش عارف قول معرفش هنا الحالة تحقنت وتمام الحمد لله طبعا تعقيم تاني بعد الحقن وبنبدي فرصة بقى للعلاج اللي اتاخد جوه المفصل ان هي يتوزع طبعا ما شاء الله المريضة مكادش بتتني رجلها اصلا قبل الحقن وكاد معزبانا في الاول لسه كنت عايز اكلم هو ده سؤالي بشكرك استاذ محمد هو ده سؤالي هل المريض من ساعة الحقن بيحس بتحسن؟ من وقت الجلسة؟ بنسبة 60-70% لسبب واحد احنا كنا بنقوله في الاول اللي هي المريض ما بيجيليش في مرحلة الخشونة اللي فعلا تستحق الحقن اللي هو احنا بس اتقطع علينا بالفيديو كان فرصة ان احنا نتكلم عن الفيديو كويس المريضة يحس بنتيجة كل ما كانت مرحلة الخشونة في الاول مش في الاخر طيب ولو في الاخر هو جالي هل الحقن ده ممكن يغنين عملية؟ مش شرط بس ممكن يريحني نسبيا ويخليني اؤخر العملية شوية لان احنا قلنا ان ممكن المفصل لو جيه في حالة في الاول وبتالي بقال لسه في شوية غضريف مقبولة فيها حيوية شوية فهمنا كأني بديها تغذية وبديها دعم بالبلازمة الغنية بالصفية الدموية فيقدر يحصل استجابة وهي في المرحلة القولة او التانية استجابة سريعة يعني كل ما بيبقى الحقن بدري كل ما بيبقى الوقت في ان انا ارجع المفصل تاني او ارجع ركبة تاني كما كانت اصبع بالضبط كده طيب مريد خشونة الربة بيلجأ لمرة واثنين وثلاثة حقن ولا هي بيكتفي مرة واحدة؟ جميل جدا خلينا نفصل بنحة كتيرا في حقن زيت زي ما قلنا وفي حقن البلازمة حقن الزيت شركات كتيرة واسماء كتيرة واسعار كتيرة وبيبقى مكتوب ان هي جارانتيد يعني بتعمل مثلا نراحل مدة سنة وفي انواع تعمل سنتين ومشاهد ما نحكمهاش هنا في مصر كده لان المريض مش كل مريض زي بعض ومش كل حياته زي بعض رقم اتنين حقن البلازمة اللي كنا بنتكلم عليها مفيش منع من تكرارها اصلا لانها اصلا من الجسم طبيعية وامنة عمره ان منك فيك بالضبط صحبت من حضرتك كم سنتي دم وحطتهم لحضركتين تمام؟ فملهاش منع من تكرارها فيه ناس بتتحقن كل شهر فيه ناس بتتحقن مرة كل ست شهر ومرة كل سنة ومرة كل خمس سنين لا يوجد منع من تكرارها وامنة لكن تكرارها ده ليحكمه استجابة المريض مريض في دلقاعد شهر واثنين وثلاثة ما عندش اعراض خلاص ان شاء الله بيحقن ممكن يحقن تاني ممكن ما يعنش حسب استجابته بس بعد قبل الحقن فيه تعليمات واحتياطات وبعد الحقن فيه احتياطات وتعليمات لازم يعملها ويلتزم بيها لان اهم من العملية التحضيرات للعملية لان هي اصلا يعني جسم الانسان او خريطة جسم الانسان هي معقدة وفي نفس الوقت سبحانه الخالق طبعا سبحانه وتعالى لو في شؤونه حكم طبعا محدش يقدر يخلق حاجة فهي هيرموني على بعضها فلازم ان انا اكون مهيئ لها قبل وبعد علشان ارجع تاني المسط صحيح كلام اقترم جدا صحيح انا كان نفسي يا دكتور الحلقة الطول بينا بس بيكلموني وبيقولولي ان الوقت بتاعنا خلص بس توعدنا ان شاء الله ان انت تكون موجود معنا هنتكلم عن اصابات الملاعب وهنتكلم عن العظام والعمود الفقري وهنتكلم بكلها واخد من حضرتك وعد على الهوى دلوقتي قدام مشاهدين الكرام ان حضرتك هتنورنا اكتر واكتر لا ان شاءك اتمنى اكون ضيف خفيف ومحبيتش اخش في تفاصيل طبية او يعني احنا بنكلم اهالينا والمعلومة بالرسالة الاخيرة بس اني لما يحصل عندك اي اعراض اسأل دكتور ما تستقش معلوماتك من اي سوشيال ميديا مثلا او كده لا انت عندك اعراض اعرف الموضوع عمتا منين وبعدين اسأل اي طبيب مختص ومساء الخير وكوصان طبيب بشكرك جدا في نهاية حلقتنا بشكر دكتور امير عاصم ماجستير جراحة العظام والعمود الفقري واصابات الملاعب طب عين شمس عضو الجماعية المصرية لجراحة العظام وعضو اتحاد الاطباء العرب شرفتنا ونورتنا وانتعتني يا دكتور شكرا يا فقدم انا اترفت بحضرك شكرا شكرا في نهاية حلقتنا والوقت كالعادة بيمر بينا بسرعة بشكر استاذ محمد كلاني مخرجنا المتميز وبشكر اعداد الحلقة استاذ النجلاء اسامة وبشكركم مشاهدين الكرام واستنوني الاسبوع القادم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الاميرة تحياتي اميرة يحيى الى اللقاء